لا يختلف إثنان على الموقع الجغرافي الفريد لشمال سيناء والموارد الطبيعية التي تزخر بها تمنح مزايا هذا الموقع مقومات استثمارية هائلة للمحافظة في القطاعات كافة تحظى محافظة شمال سيناء بمقومات استثمارية هائلة في كافة القطاعات حيث تتوافر بها العديد من الثروات والخامات التعدينية مثل الرخام والرمال البيضاء والسوداء والإسمنت وتتميز المحافظة بموقع جغرافي يمكن أن يستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وفي إطار توجه الدولة نحو فتح مجالات الاستثمار والوصول للتنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء تم الإعلان عن طرح 17 تجمعا تنمويا سكانيا وزراعيا في شمال وجنوب سيناء في أكتوبر من عام 2021 كما تم تطبيق قانون الاستثمار المتكامل لشبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012 ومنح المشروعات الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء حافزا استثماريا إضافيا بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 كذلك قامت الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء أحد عشرة جمعا بشمال سيناء في عام 2017 تم الانتهاء منه في عام 2023 بتكلفة بلغت مليارين وستمائة مليون جنيه في مجال الصناعة تضم محافظة شمال سيناء ثلاث مناطق صناعية وهي المنطقة الصناعية في بئر العبد على مساحة 238 فدانا والمنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد على مساحة 368 فدانا والمنطقة الصناعية بوسط سيناء على مساحة 78.4 ألف فدان هذا وارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالمحافظة من 69 منشآة عام 2014 إلى 79 منشآة عام 2021 كما ارتفعت قيمة الانتاج الصناعي بمنشآت القطاع العام والقطاع الخاص بالمحافظة عام 2020 إلى 12 مليار جنيه كذلك وصل إجمالي عدد الشركات الاستثمارية القائمة بالمحافظة إلى 77 شركة موزعة على القطاعات الخدمية والإنشائية والصناعية والسياحية وغيرها حتى يونيو 2022 برأس مال مصدر قدره 5 مليارات و300 مليون جنيه مقابل 66 شركة برأس مال مصدر قدره مليارين و400 مليون جنيه في عام 2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر